السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشباب جيناكم بفيديو باتش نوتس جديد 10.24 تعديلات اللي فيه تعديلات بسيطة بعد البري سيزن على اساس يسوي بلانس لحاجات المفروض انه يسوي لها بلانس طبعا اي هوب انه يسرع البلانسات اكسرع من كده مرة كثير لانه صراحة القيم بالنسبة لي مرة ان بلايابل يعني بالذات ازن اي دي سي جدا جدا سيئة القيم بالنسبة لانه حاليا يمكن فيه كم اي دي سي لي هم ورقويسين زي جن ومسفورشن وسميره بس البقية كلهم في الحديث فاي هوب يعدلو تعديرا بسرعة هتكلم عن المد باتش ابديت هذا بعدين يعني انه سووا تشينج كبير على امومو وبعدين سووا هوت فكس بعدها كمان الهايلايت اسمبل امومو 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 has been dominating دريت الف ارد البندريت حقو 60 في المية 60 مش خمسة و خمسة و خمسين مش اربع و خمسين ستين فاي احد اللاعب امومو اسبوعين اللي فات اللي كان معمر ووصل دايموند كان ممكن توصل دايموند يعني راحت عليك طبعا بس لسه في مجال يعني اللي هي still very good فاللي سوو سوووه له نيرف على ال-W حقته ال-Base Damage حقها سووه ال-Nerf على ال-AP Ratio وسووه نيرف بعد ما سووه كده بدأ الباتش قبل 3 أو 4 أيام ما زال مرة قوي قاموا سووه له هاتفكس كمانا نرفوه زيادا ال-E نقصو الدامج حقها يعني في ال-Main Default وال-R ال-Stun حقها حقها ال-RT كانت ثانيتين طول الوقت دا حين في بداية القيم ثانية ونص ثانية وفاصل سبعة وخمسين بعدين ترجع لثانيتين فهذه كلها تكرب داون ال-Damage Output اللي بيسويه أمومو لما نبني Sunfire Ages و-Demonic Embrace مع بعض لأنه التلاتة ايتمات هذي مع بعض أو أمومو و-W مع الايتمين هذي عشان كمية ال-Burns اللي فيها صارت سوي دامج مرة مطبئة طبعا بعدين في برضو نيرف لل-Demonic Embrace يعني مو بس النيرفات هذي اللي جات عليه حتى فيه نيرف على الايتم that made it a bit more يعني المفروض انه يسويه له بالانس ما أظن يعني مع ال-Changes هذي كلها حيكون لسه يكفي أظن لسه يبغيها تكة كمان شوية بس حيشوفوا قالوا حيشوفوا الأسبوع الجاي هذا ايش وضعوا مع الباتش الجاي واذا يحتاج نطالع في أمومو تاني ولا لا في كل الحالات أمومو إستلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتEN نصيحة ألعب نصيحة أشتري Sunfire Ages وستري Demonic Embrace و أول ما تستروا 2 إتماعين لديك بسبب مطبيعي لديك حيث في الرفت وإذا تذهب بعدها فلتانكي وإذا تذهب بعدها لديك حيث في كل الحالات فإنه يعمل جيد هكريم سألو نرف مرة بسيط على الپاسف وعلى الBonus Movement Speed to Bonus AD Conversion نقصو شوية لا تغير أي شيء له الـ E Devastating Charge برضو بوريس Movement Speed نقصوها من 25-85% لـ 25-85% و هذا لا يعمل لكي يتركه سألواناً 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 لأنه يتركه من الناس الضوء سألواناً 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 مع الناس الثانين Calista Bug Fix Bug Fix لا يوجد شيء ضروري Kale Kale أيضاً كale من الشامبيونز اللي مساوية زي الصلاة على النبي زي أمومه Kale من يوم البريسيزن جاء فلتت فلتة مطبيعية مع ناشر توث الجديد و مع رفت ميكر التو ايتم هذه بتعطيها باور سبايك مطبيعية صارت بتسوي دامج لا نهائي صار ما في أحد يقدر يقتلها في الرفت تتلاعب مد تتلاعب طوب قالوا ان ريت حقها برضو فأول مرة يبدوا يجربوا التمتس عليها أول شي سووا البونوس التاك سبيد حقها كان 2% صار 1% طبعاً هذا اللي حاله نهائياً ما يكفي يطلعها من الوضع اللي هو فيه بس كل النرفات حق الأيتمز اللي حنشوفها بعد شوية تتعلق بها و برضو بعد كل النرفات هذه ما زالت فايبل بيك ما زالت مرة كويسة ما زالت يعني تؤدي أداء مرة كويسة واحدة من النتائج اللي شفناها اليوم هو الجيم حق ديفين فندتا و هاندلس شوفتوا فيه قالوا يش سوا بك العمل سميرة يستمر مسلسل النرفات على سميرة هذا صار المسلسل الجديد حق المسلسل الدراما الجديد حق رايوتي نزل تشامبيان جديد مرة خربان تشامبيان جديد ننرف فيه سنة كاملة ولسه هو ستل او بي و ههي ستلقى يا انها تشامبيه كل مرة يا انه لا تشامبيه زي ما صار في أفليوس أفليوس جلسنا في الرفت نتفرج عليه سبع شهور ثمانية شهور سنة جلسنا نتفرج عليها البري سيزن اللي فات الى نهاية السيزن هذا بعدين بعدين اختفت تفجع سبحان الله نفس المسلسل يتعاد مع سميرة سوى نرف على ملي بلايد دامج رايشو من عشرة لسبعة بلايد يعني اللي نتضرب البلايد لما تكون مش رينج ملي سعيد قداش نجد اموبلايز اناميز نقص تسوي اللي كان اموبلايز اموبلايز يعني موقف ولا سلو ولا هذا كان قداش نجد من ثمانمية الى الف نهاية ملتبات القمصول صار من ستمية اخمسين الى ستمية اخمسين ما حل مشكلة الـ مشكلة الداعييج على سميرة و الـ الدائمج على هلطي الـ 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 وسميرة ما زالت برضو ما زال البلد حقها الجديد اللي هو شيلد بو انتو مرة كوي مع طريقة لعبها تدخل جوه الزحمة مع الدبلو حقها مع العلتي حقتها ريندمير من الشامبينز اللي تحقوا مع السيزن الجديد 44% أو 41% ما نفكر يا 41% يا 44% عشان نكون فكانوا لازم نعطولوا شوية محبة وهذا ولازم يدولوا بف ويستاهل البف اللي جاء البف اللي جاء ما أظن يرفعوا إليه 50% ونريد بس أقول لأقلها 46% 47% وأظن البفات على الايتمات اللي حنشوفها بعد شوية حتكمل النجل اللي باقي فالQ bonus AD من 25% لـ 25% صار من 10% لـ 30% البونس AD بس أولا يصبح محبة بردو زاد من 0.35% إلى 0.055% إنه بفضل جدا للأسفل للأسفل للتريندمير وعندماً بعض الأيتميزات الثانية الأيتميزات الثانية التي تصدر الزيادة ستعطيه مجال أنه يقدر لعب الطريقة لأنه يعمل فيروس عمله تشينج على الـ Q و على الـ W و على الـ R تشينج على طريق الـ Q تشتغل أول إيش كان يسوي مثلاً لو تعرفين البلايت حقته و الـ Passive حقت الـ W كلما تسوي وقته Attack يجي فوقك بلايت يعني تسوي على الأدم يجي فوقه بلايت البلايت هذه لما تفجرها بـ Q ولا بـ whatever تفجرها بأي ability تنقص الـ Cooldown حقت الـ Q Detonates on a Blighting Enemy Cooldown is no longer reduced by 3 seconds if a piercing arrow detonates on a blighting enemy طبعاً هذه كانت Stacks فغيروها للاحين damage from blight effects detonated with piercing arrow are now increased by the amount of time virus is charging إذا في واحد عليه بلايت تشارج حقتك كل ما زاد الوقت حق الـ Charge كل ما زاد الدامج اللي تسوي طبعاً هو الدامج حق الـ Q كان يزيد أول يعني كل ما سرش زيادة كل ما زاد الدامج اللي يجي لحين دامج التفجير برضو اللي هي البلايت اللي محطوطة على الأدمي دامج التفجير يزيد كل ما سحب زيادة أوكي أم piercing arrow will now show create text with fully charged طبعاً أوكي كل ما شدتها زيادة كل ما سوي الدامج زيادة But when I saw this change I thought أنه virus lethality will be a thing again هنرجع نبدأ نشوفه مرة ثانية لأنه this is this is interestingly يعني scooted toward that the fact that Q still crit موجود هذا مو معناه أنه برضو والله يمكن crit build حقه يباري برصو الطريقة بس I don't know what's the impact of this change detonating blight stacks on enemy champions and epic monsters now reduce all basic cooldowns by 12% of all max cooldown stack هذي كل ما تفجر البلight برضو on enemy champions and epic monsters حتى المنستر يعني ممكن I don't know تلعبوا في الجنجل I don't know it reduces all basic cooldowns by 12% of the max cooldown stack كل stack كل stack تفجر ينقص ال cooldown حق كل abilities by 12% um virus now snaps to face the target direction part of the cast I don't think uh speed قلله سرعته وهذا nerf اكتر من انه بف المحل التي بتسوي القرتي عليه virus will snap كده حينغس كده وجهه يقلب عليه good now but I don't know يعني this is for counter play اكتر من انه for virus وهذا nerf على سرعة missile speed حقته يعني you can actually uh you can actually uh يعني السرعة حقت ال التي صارت ابطأ مرة كثيرة وفي نفس الوقت الالتي فين بيسويها اول كان يروح على وراء كده يسوي الالتي هنا الحين لو سوى الالتي وراه عارطوا ليطالع طاحي فأنت وانت بتطالع فيه قلتشوفوهو بيطالع فيك زي الالتي حقت كاسيوبية تقريبا بتعرف انه بيحاولي سوى الالتي عليك ويصير عندك very small time to react which is which is a nerf rather than a buff ياسوى ويوني ياسوى ويوني ياسوى ويوني تشينجز طريقة ال الاتم الجديدة حقت ريج بليد او الكرت موديفايير الجديدة غيرت حبتين في القين ريج بليد صار فيه كرت موديفايير صحيح صار لما تاخد ريج بليد ربي يا كريم بين ريج بليد اشفي في deals two bonus physical damage on hit every one critical one percent critical strike chance up to two hundred bonus physical damage on hit at one hundred critical strike chance but you can no longer critically strike فالكرت موديفايير هذا انه والله كل يعني حتسوي حتسوي اون hit لكل crit chance عندك يعني لو عندك 100 crit chance هذا حيتحول لbonus damage اللي هو ال on hit damage ومعد حتسوي crit that هذه عشان تغيرت طريقة الكرت كامل فانت اشتريت ايتم كرت كراكن سلاير مثلا وبعدين اشتريت قنوسو خلاص الكرت ما تسوي كرت حتسوي on hit damage ويصير مور كونسيستن هذه كانت على يوني وعلى ياسوا مبالانس ليش؟ لانه ياسوا و يوني الفاسف حقتهم اللي هي الدبل الكرت فكانت ايش المشكلة لو عندك 10% كرت هيصير 20% كرت وبعدين تنحسب يعني بعدين تدخل في الحسبة حقت قنوسو فكان يعني اصلا لانه ياسوا و يوني مرة سيئين حين الوين ريت حقهم is 45 to 46% فناس كثيرة في البلدات حقت ياسوا و يوني بدوا يسووا بلد ياخدوا كرت وياخدوا بريد شي اسمه ريج بليد اللي هو القنوسو على اساس انه والله يدبلوا on hit damage اللي جاي من الكرت اللي جاي من الفاسف فالتعديلة هذي جارت لهم لا البلد هذا ما نبقاكم تبنو نو مش انتو الحسبة حقت الكرت فقط صارت من ال items if I remember correctly صارت الحسبة تشير يعني اذا اشتريت ريج بليد ما يحسب الباسف حقتك في الكرت موديفير اوكي فا 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 ريج بليد على البلد حق ريج بليد و فا فا ما يبوكم تبنو البلد هذا واحتمال كبير حنشوف بف سموات يعني خلينا شوف بف يمكن تطلعهم شوية من المشكلة اللي هما فيها اه بس اره انا لو قللك passive crit doubling الكريت الدبل كان اول يصير قبل ال rage blade on hit بعد ال rage on blade hit يدبل ال passive which is useless يصير ال on hit damage يعتمد على على الكريت اللي جاي عندك من ال items مش على اللي جاي بعد ال passive وال items مفهوم uh itemization blade of the wrong king زودوا سعرها و نقص ال attack speed حقها the item is performing better than it should be ف they are just balancing cosmic drive مرة استغربت من ال change هذا بس it's one of the most core basic items cosmic drive كايتم is one of the best items في اللجندري في اللجندري items لل mages عامة كنت روما ما يجز بالذات لا ننسى ان تعطيك ability hast اكتر item تعطي ability hast ثم تعطي 30 ability hast اخ الله يصبرنا على شكال جديدة هذي والله والله يصبرنا اه 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 than than any other items كانوا بياخدوها بدلها يمكن تاخد demonic embrace ولو كانوا ياخدوه الآن حياخدو the cosmic drive most probably second item على اساس ياخدوه الهيست advantage اللي بياخدوها اه demonic embrace عشان المشاكل اللي كانت بسويها مع a lot of the champions that play demonic embrace اولها nerf demonic embrace كانت تسوي زي الفيس اه اه سابقا غض النظر عن الفيس اللي موجوده حين لياندريز حين demonic embrace اه الافكت حقها كان زي لياندريز سابقا لياندريز تغير حبتين و demonic embrace جات بدالها هادي سوو لها nerf بسيط in terms of the damage output اللي تسوي ما زالت ال item مرة كويسة again it's just a balancing change it's not كانت OP نظفوها ما زالوا نفس اللي يبنوهم يبنو ال item هادي يبنوها بنفس الطريقة يبنوها تاني item نفس الشي اللي اختلف الشي وحيد انو والله ال output damage حقها is a bit less اه اه eclipse is dominating the rift ما زلت و اقول و ما زلت هادي ال item mythic item هادي افضل mythic item ان ازلوها in terms of the output و it is still very OP وال nerf هذا ما يكفي عليها واي احد يبنيها او اي احد ما يحتاج بنيها سار يبنيها لانه هي مرة كويسة علي ال cooldown ستة ثماني ال cooldown حقها ال shield وفيها passive الميثيك في passive ال passive اللي هو و lethality unique اللي كانوا ذا يبنيها يمكن دحين يفكروا انه يبنوا حاجة تانية يمكن هل جن ما زال يبنيها ومسفورشن افضل 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 انه يبنيها رايز إن داميتا لأنه لكلير الكلير سبيد حقهم حيشير أسرع كثير وبكده المفروض نقدر نشوفهم مرة ثانية في الميتا بطريقة أو بأخرى مين بالضبط؟ صراحة ما في باري أحد بس احتمال كبير لليا هكرم وورويك كل الناس كين برضو أحسن صار ما أدري أي أحد يسوي يو إيه دامج صار بيري جوتر أسنس ريفر كأيتم يعني ما أصار بيبنيها إلا نيش أكشري هما من أول ما بنيها إلا نيش النيش هدولة ما زالوا متضررين منهم تريندمير وهذا بف مباشر لتريندمير بف مباشر للوسيان بف مباشر لزايا بف مباشر لأي أحد يأخذ الأيتم هذي تاني أيتم أو تالت أيتم كراكن سلاير زي ما قلنا الكريت أدي سيز عامة كلهم في مكان جدا 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 سيئ في الجيم حاليا لون ريتس حقتهم واطية بميجز وبروزرز في البوتلين وبيلعبوهم أحسن وزي ما قلنا حتى الباتش الجاية اللي هو 10.25 ريوت بيسوه بف على على شسمه بيسوه بف تاني للأي دي سيز غير هذا التاك دامج 65 من 60 التاك دامج اللي هو كل تالت هت اللي هي الباسيو الجديدة حقت كراكن سلاير كل تالت هت أنا تسوي 80 دا حتى نسوي 85 دامج ريشيو 45% دونسو جريج بلايد باك فيكس دونسو جريج بلايد ناو برابرلي تريجرز دونسو جريج بلايد ناو برابرلي وما زالت مرة كويسة ما زالت تنبني من نفس الطريقة ما زالت كل اللي يبنوها يبنوها كل السابورتس اللي اللي هم أغريسيف يبنوها كل الميدز والتوبس اللي هم أغريسيف يبنوها is still very good on them لتش بين نقصوا طبعا التشينجز هذي كلها تأثر طبعا هذي كيل ما تبني بس فيها احيانا كان في بعض الكيلز يبنوها I don't think why this is a deterrence خلاص معت حنشوف كيل تبنيها أكيد لتش بين إذا نرف على كيل برضو مرة تانية إيش تاني ناشر إذا نرف على كيل و مين تاني ورفت مكر إذا نرف على كيل شايفين قديش نيرف كانت موجهة جهة كيل وبرضو ما زالت OP وما زالت مرة كويسة شباب تبني لأبوها لأبوها again كل النيرف هذي are literally balancing changes ما حيغيروا في placements حقه الحاليا غير إنهم بالذات اللي كانوا مرة ضعيفين هتحسينهم شوية البفات اللي سواها الأيتم اللي مرة قويين OP هتنزلهم شوية بس still whoever builds الأيتم هذي ما زال حيبنيها whoever builds الأيتم هذي ما زال حيبنيها ما حيتغير شي pitchbane is still very good كل الشامبيز اللي يحتاجه بنوها حيبنوها بنفس الطريقة لودن's Tempest نفس الشي نقصوا المovement speed buff حقها لأنه كان إكستريم لي OP ونقصوا الAP ريشو حقها من 15% ل 10% ما زالوا كل الكوترول ماجز والماجز اللي يبنوها it's very good عليهم المونستون المونستون رنيور كل الشامبيون كل الإنشانتر اللي يبنوا مونستون ما كانوا يبنوها لأنه كانوا جداً سيئة بالنسبة لهم سووا لها بف مرة بسيط I don't think nobody thinks إنو الحينج هذا يكفي إنو الحينج هذا يكفي for her for إنو الله يشتروا العيتم هذي الفكرة في المونستون إنو كل مرة تضرب enemy champion حتهيل الليز حقونك it was not healing enough and it's very inconsistent لأنه لازم تضرب طول الوقت و لازم تحط نفسك في موقع أو في موقف أنت تتبهدل فيه but it works على مجموعة champions that work well with the item هذي Jana Zoraka Zoraka Lulu Zona يمكن حتى Seraphine and I think باقي لهم شوية بف عليها لساس for people to still use it is it usable? yes are there items that are better? definitely imperial mandate is doing a lot better than this item natural tooth nerf بسيط على damage ratio 25-20 ما زالت مرة كويسة knight harvester is a nerf كويس هذا nerf بالنسبة لنا على Kali يعني مرة واضح وعلى أي champion ابني knight harvester overall يعني كل الأساسنز AP لو تلاحظوا شوفوا الأيتمات إلى الآن كل النرفات على كل الأيتم وهذا يقول لك كم الAP champions حاليا are doing really 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 well really well really well أوكي فإيلايك هذي كلها بلانسين تشينجز فإيلايك تماما هكستك نفس الشي nerf الفانتم دانسر بف بف مهو بسيط بف كبير صراحة قالوا له القولد حقها من 1900 إلى 2700 وزودوا الوالتس دوريشن لثلاثة سواني والس يعني تمشي من أسطى المنين من دون ما يحركوا ما زالت نيتش item to be built مول كل بنيها ما تبنيها إلا ما تلعب مثلا ADC أو Garen وبتلعب very frontliner وتبغى damage زيادة وإنت you are snowballing غير كده ما تبني فإتس it's fine it's a better buy دحين بس it's still a niche buy بنفس الطريقة I thought كان توقع إنها هي مساوية مرة كويس طلعت ما هي مساوية مرة كويس فقامت دولها بف الاتم هذه مرة تخوف بالنسبة لي كADC بالذات لأنه كثير من champions الأساسينز الأساسينز بيبنوها زي تالون زي ريكساي زي هما ما هم أساسين يعني تالون إذا نساسين ريكساي إذا ناتن أساسين إذا بروزر ريكساي بيبنيها طوال الوقت الاتم هذه صارت أفضل ويبنوها 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 طبعا في خازيكس خازيكس ممكن يبنيها رايك برضو يبنيها خازيكس إن كان دسك بليد ولا إن كان هادي still works on him الاتم صارت أحسن الفكرة في الـ الاتم من وجهة ريوت ويبنوها نبغى نسوي نبغى نعطي الاتم نبغى نعطي الاتم لكي تكون مساوية الاتم لكي نعطيك خيار واضح أبغى هادي أبغى هادي أبغى هادي في الحالة هادي وأبغى هادي في الحالة هادي وما تخسر دامج ريفت ميكر أيضا دامج من 3% إلى 2% إلى 2% برضو نرف على كل الابي شامبيون اللي بلعبوا بريفت ميكر كيل مرة تانية سيربت سفانج سوى لها بف مرة كبير من 50 فيزيك الدامج إلى 70 هادي الاتم ما تنبني أصلا إلا مرة قليل أصلا طبعا أنا مادري ليش غيروها مرة بسرعة زي كده المفروض إنه ما حد يبغاها إلا مرة قليل فهم فالمفروض يستنوا شوية كمان شهر عشان نشوف هل هي فعلا ما يبغوها الناس ولا هي فعلا بتشترى بس في المحل اللي بتشترى فيه 70 AD is way too much طبعا هذا الاتم ما تشتريها إلا في حالة واحدة إذا كانت تيمة اللي قدامك عندو شيلدات مرة كتير اوكي which is not always the case يعني or not necessarily the case تير is doing really bad فنقصوا الماكسيمم بورس مانا حقها وزودوا الإيرلي مانا حقها نفس الشي على الأرشينجل على المناموني على السرافس يعني المشكلة حقتها أو من كتر ما هي مرة ضعيفة حاليا حتى مين is real صاروا بيبدأوا مثلا بدوران بلايد وبعدين يرجع يشتري tier of goddess later tier is still not doing well هذا بف مباشر على كل الناس اللي ابنوا tier rise anivia بالذات هذول يعني أكثر من israel ان هذول عندهم مشاكل مرة كبيرة في المانا في بداية القيم و كده عطوهم مر مانا في بداية القيم عشان يحلوا شوية من مشاكلهم و لتس hope for the best لتس hope for the best لتس hope for the best اي think this is a direct buff لانيفيا و rise israel to a certain extent ما هي مرة ضرورية عليه بس انه أنه it's all good for them 啥 تغيير الأسود المددينavoir مينو يتحضر 10 فقط المددينا يتحضر 30% و تقريب 30% في الشتاء ما معنى هذا؟ معنى أن를 تفقص س Overwatch التغيير هذا أقل من التغييرات التي طbreakنا سأقوم بмы Astra لأن المددينه يتحضر المددينه يتحضر كل مكان what changes the last two years reiot is experimenting بيجربوا حاجات كثيرة عشان يخلوا اللينات كلها تتوازى من منطلق ishaar xp ما فيه الكلام هذا فأول تجربة الآن بيجربوها الجولد من الكانون منين كل كانون منين نقصوا منه عشرة جولد في الميدلين وفي نفس الوقت they want to punish you for roaming at wrong times إيش يعني روم غلط مضيع وقت مرة كثير الكانون منين الكبير عنده 30% attack speed زيادة على التاور يعني ينفذ التاور أسرع فyou roam a lot stupid you lose التاور حقك أسرع فهم they want to punish you for roaming زيادة roaming خطأ they don't want to punish you for roaming صح they want to punish you for roaming خطأ سويت roam سويت push للwave حقك نزلت سويت roam record رجعت اللين ما عندك أي مشكلة سويت roam وجلست بحر في البط رجعت من تحت روحت لفوق رجعت من فوق رجعت لتحت اوكي اه ما تقرسوي أي حاجة يعني تستاهل punishment للجيك ولا تستاهل المشكلة للجيك behavioral system update هذا تغيير على طريقة punishment حقك الجيم في الجيم إذا كان في أفك إذا واحد خرج من الجيم بعد 10 دقائق تقرسوي surrender بعد 10 دقائق اوكي أول كان surrender بعد 15 نحن صار في إذا في واحد afk تقرسوي surrender 10 دقائق بس السرندر هذا ما يصير surrender إلا إن كلكم توافقوا عليه اوكي ف10 دقائق تسوي surrender كلكم تطلعوا إذا في واحد afk هذا أول شيء يسوه الشيء الثاني إذا واحد من التيم ترج من عندكم afk وإنتوا جالسين تلعبوا ranked إنتوا اللي في التيم اللي ما لكم دمب هتخسروا lp أقل أول كانت تخسر 20 دحين تخسر 10 ما أدري قديش بالضبط بس أنا برمي رقم اعتباطي أوكي فطبعا إذا كنت إنت وخويك إنت داخل إنت وخويك وخويك سوى afk إنت وخويك تاكل على وجهكم إنت تخسر lp كامل خويك ياخد العقابة اللي ياخدوا أوكي هذي عشان مو اتنين ناس يدخلوا آآ شي اسمه آآ مو اتنين يدخلوا مع بعض واحد يأفك عشان لما يكونوا مهزومين واحد يأفك عشان ما مو كلهم يخسروا زي ال win trading فهذي تضمن إنه والله ما في أحد ما في أحد يعني يدخل مع صاحبه واحد عشان يأفك لما تسيرندروا مشاكل عشان هو يخسر lp أقل لا يوجد بريمات لا يوجد بريمات لا يوجد بريمات كده نكون خلصنا باتش عشرة فاصلة خمسة وعشرين أو أربع وعشرين شوفكم إن شاء الله في باتش عشرة فاصلة خمسة وعشرين thank you so much والله تكم السحر العافية لا أعجبك الفيديو لا تنسى تسوي شير ولايك وسبسكرايب وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة